لبنات العيالات كتقلبوا لي على شي سبريمة فاعلة تركب الصابو البلدي وتبيض وتخرج الوساخ هكذا كذلك ديال السنين و اعوام خصوصا لبنات اللي ما كيخرش ليهم الوساخ بزاف منكم كتقول ليه في التعليقات كنديروا الكيس كنديروا اللفه و كنوالو خاكنديروا الصابو البلدي امتشي حاجة مكينة اليوم الوساخ ببا غادي يخرج ديال السنين و اعوام كذلك سوف يديني لكوغ ديالك يعني الجسم ديالك كامر جيلة الويدات المناطق الحساسة بين الفخدين تحت الابطين يعني جميع المناطق الموجودة في الجسم و في الوجيه ديالك ستخلص اليوم جميع تسبوغات وجميع المشاكل تمنى هاد لغوستنا الاعجاب ديالكم و بالمناسبة ارى الفيديو المصغرين امام الاعيون ديالكم على جانب خلصهم لكم باش هكذا ما شاء الله اللهم بارك تشوفوا النتائج المدهلة النتائج الرهيبة النتائج السريعة النتائج الخرافية بخصوص علاج تسبوغات يمشوا الكلف ماشاء الله بغسل وحده وحده و حده رأى كتشوفوا المشكلة كيمشي لا حبوب ما كيبقوا لا تجاعد ما كيبقوا ولا العنق ديالك الكحل واللي عامر التساود واللي عامر بتسبوغات ما كيبقا كحل لك يعني حتى شي مشكل ما كيبقى لك في الوجيه ديالك بك في المناطق الحساسة و في لوكوغ ديالك كامل بالعكس كتبياري وتزياني و كتولي اي من الجمل كتحمقه و كتهبلي نتمنى هدلا فيديونا الاستحسان ديالكم يا ربي ونا الاعجاب ديالكم كما كيعجبوكم الفيديو ديالي كاملي الحمد لله ولكن اللبنات كما كان خدموه تحني على وصفاتهم اذا زوينين وفي المستوى غادي نبغي منكم حاجة وحدة غزالتي هي للايك ديالكم فأي وحدة كتشوف يدابتها بطل تحت وتفجر لفيديو باللايكات كذلك البنات تشتركوا في القناة شنو كتسنها وتفعلوا زي الجرس تخرجوا تعليقات والاقتراحات الاستفسارت شنو تبغي من تشوفه في فيديوشات الماجيه consensus قليما الاقتراحات ديالكم رأنا ناخد بعائل الاعتبار جميع الاقتراحات ونحاول نجاوب الى ماكسيموم البنات ديال الاسئلة في التعليقات يعني من اللابTE أي احب دخلتها لأكود للسؤال فكان حاول ماكسيموم ديالي انا نجاوبكم على الاقتراحات ديالكم ولا على التعليقات ديالكم المهم البنات على ت tongue هدلا فيديو يكون زوين عليكم تكون غصفة مبين احسن الوصفات عندكم يعني تقول لهم مدمنين عليها هذا المصطلح هذا يعني تقول لهم لانه فيها السابو البلدي وفيها كرام بيافين وما شاء الله جودية المكونات سرها بعدها بيافين الليسي تخيص صافي كتبه الدعيم كتقول لهم باي باي الى اللقاء والله القاسم الليبنات المهم اكيد انده بغى ندخله في الموضوع وندخله في الطريقة وفي الصلب النقاش وكل شي دليدتاي ومهم بغى نقول لكم غير ما تنسوش تشاركوا باش بهاك تيبقى نزلكم دائما الجديد لانه كنقدموه الجديد يوميا كل مساء وعلى بركتي الله مشو نتعرفو على جوج ديال المكونات الأساسية الليحطون في الصورة المصغرة ومن بعد غنتعرفو المكونات التنوية ولكرا ما تخافوش لاغوسترا ما مشارجية ما تشي حاجة في مكونات غير بساط وغير من الكوزينة ديالك المهم اول حاجة صابو البلدي حنا لبنات عندي صابو البلدي وما ادرا كما صابو البلدي كان عشقو انا الصراحة لمن ناحية الرويحة لمن ناحية علاج التسبوغات ونمشو الكلاف الحبوب اللي يتخاص وكذلك الوسق يخرجو دقبط لوك يطهر وكيعقب المناطق خصوصا منطقة العانة المهم البنات الصابو البلدي اللي كان باقتاجي معاكم تقريبا بجميع الفيديو ديالي هو الصابو البلدي العادي ماشي الصابو البلدي ذاك اللي في العكر الفاسي ولا في النيل الزرقاء لا البنات غير الصابو البلدي العادي وهذا هذا هو اللي غادي تسخدمي لي فهذا غوصيت هادي بالنسبة لبنات الثاني مكوين عندي فهذا غوصيت هو بيافين ها هو البنات يعني كريم ديافين راه معروف مستحلب للمسح على الجيل راه تقريبا هاد العلبة كتدوا معك مدة طويلة انا راه خديت هادي ومشارحة غدليكم خديتها على ودكم وصراحة رادمت معي مدة طويلة والله القسم ممزال ما تقادلت ودجا كنستخدمها من بعد ما كنتهي من اللي فيديو كنستخدمها لي انا على الزيكات خيس اللي مثلا عندي في الجيلات ولا في مناطق معينة والحمد لله ما كيبقى وش غير بوحدي تارها زوينة فما بالو كي لدرتها مع مكوينة خلالي كيكونوا دجا كيعالجوا تجاعد وكيعالجوا بزاف ديال المهمة دولة امبالاج ديالها بيافين يستعمل لي علاج حمراء الجلد وكذلك زوين الحروق من الدرجة الاولى والثانية وغيره ما كيتستعملش على الجرح الغير ناطف اي كمسلا قولوا الامية هلا كتخصو يكون ناش فوجاف وما كيتستعملش هذا الدواء ايدا كدان للحماية من اشيعة الشمس يعني البنات اللي كيتعرضوا الاشيعة الشمس كمسلا كتقول لك ندير هاد الوصفة وننخرج للشمس لا يعني لخرج للشمس غادي تكون يعني الزتي في النسبة اولا في نسبة ديال السواد او السمرار ديال وجيه ديالك يعني هاد زيدي تضاع في الكحولية من الاحسن ديرها في البيت او في المنزل بالنسبة للبخي فهي كتدير في المغرب 44 درهم مغربية 44 درهم مغربية ودو بعد نصائح بالنسبة للبنات اللي كي باوستعفدو ممكن تعملي ببوز وتقري كل شيء المهم هاد الشيليتين هاد هو الكخيم بيافين المعروف ما شاء الله وصابو البلدي ده بغنتعرفوا اللي المكوينة التانوية اول مكوين لبنات تانوي وهو زوين اكيد ما كيخطانيش ودي ما عندي لهو الناشا هنا البنات عندي هاد نزهرس الدورة غبرة ديال مايزينة معروفة زوينة هاد هي البنات فيها مية وسبعين جرام وكتدير لبنات هاد هي السبعة ديال الدرهم مغربية وعندي واحدة اخرى لنبالج واحدة اخر تاو كنستخدمه بزف لهو هاد هي الديال فيه مية وثمانين وكيدير هاد هي هاد هي الديال بالمناسبة وكيدير استادية الدرهم مغربية وبجوجهم صراحة مزيانين يعني لا كي ما تنقولوا لا ايديال لا النوعية الخرطية مزيانة بالنسبة لبنات المكون الثاني التانوي اللي غدي تحتاجي هو مزهر باش تخلطي كل شي لانو كخيم بيافين كتخلي هو الخريني خالي من الكوحول من الاحسن باشاكدا ما تكونش في نسبة من الكوحول بسبب لك حساسية ولا شي حاجة كذلك الناس غدي تحتاجوا معي ان شاء الله الحليب مجفف او الحليب باودر انا الحليب مجفف هو النشارة كيم مكت لكم الناس ما شاء الله من بين المكونات اللي قبط للعلاج دي سبوغات ونمشو الكليف وجميع المشاكل قلنا انشاء قلنا الحليب مجفف قلنا ماء ازهر او مورد على حساب الضوء والاختيار ديالك وكذلك البناس غدي تحتاجوا معي كيمية من الاروز باودر الاروز باودر تاوى ما تيختانيش في التبييد لانوش حاجة ايفيكات حاجة ليزوينا تبيض ليك لوكوغ والجسم ديالك يرجعوك يحمقوك يهبل كذلك وغدي تحتاج معي ان شاء الله اخر حاجة هي الطلك ديال الوليدة صغر هنا عندي هاد النوعية ديال الطلك هاد ارخص طلك واحسن طلك وخار التمن دياله مناسب ولكن ريحته زوينا كنين بعض اللي بنات يقولوا لي احنا بغينا واحد الماركة معينة اكيد هاد المسألة هي ضوقية واختيار يخودي البودرة اللي بغيتي بثمن اللي حبيتي ولي بغيتي وبنك هتا هي اللي عجباتك غير مهم تفاهمو احنا غير على الباودر اما بنكها والماركة والتمن هاد المسألة هي كسب قلك ماشي لي انا غير كان وريكم الناس المكونات فقط وهاد الشي اللي كين دبا غادي ندوسو لطريقة التحضير طريقة التحضير البنات هي كالتالي على بركتي الله غادي تاخدي معي واحد الاناء وغادي تضير الفيلية فيها للمولاتي الكمية الروز الكمية ديال بودرة الطلك يعني نوعية هاتي البنات ما تنسوناش بليز مني لايك ديالكم باش ان شاء الله نزيد ونستمروا ونزيد ونجيبوا لكم المزيد من اللهميزات ومزيد من الوصفات الممتعة والشيقة اللي غا تعجب ان شاء الله الكبار وصغر المهم البنات غادي نخلطوا كل شيء وغادي نضيف كيمية من النشاء وما يسمى بالدورة او الميزينة وغادي نخلط كل شيء بمزهر وغادي نزيد الحليب المجفف لانه ما زال مضفتوش اشتركوا في القناة القناة اشتركوا في القناة نوضيف كريم كرام بيافين انا را سرح البناس يجب ان نخلص كمية قليلة راها انا شاء الله الفوائد دياله يعني خاطرة كنا نخلص كرام بيافين وصافي وكن نحبس منها بزاف بزاف بنزل نضيف السابون نضيف السابون نضيف السابون لقد نضيف السابون معلقة هذا المصفى ممكن نضيفها في الحمام ممكن نضيفها نضيف الحمام أو الدوش نضيف الحمام نضيف الحمام نضيف الحمام نضيف الحمام تغيست الاخبار نضيف الحمام نضيف الحمام والثنان نضيف الحمام على التقليل نضيف حمل نضيف الحمام الثانيไه اضافة المشاكل يجب أن تضع الدوش في الحمام و البيت في الحمام ستاخذ الى 10 دقائق او اقل 15-20 دقائق ان تغسل اما تفرق الستة تغسل و الألم اشتركوا في القناة تفعلوا زي الجرس ونتلقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء